بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين تمر علينا هذه الأيام ذكرى رحيل المجدد الكبير الإمام المرزى محمد حسن الشرازي قدس سره الشريف شخصية إن لم نقل عنها عديمة النظير لا شك ولا ريب أنها قليلة النظير المجدد الكبير نموذج فاذ وبطل وقائد عظيم وصفه كثير من تلامذته بأوصاف جدا سامية وكبيرة وصفوه بأنه عظيم في كرم أخلاقه شخصية شخصية ولدت في شيراز في عام 1230 للهجرة وتوفي في سامراء عام 1312 يعني 82 سنة عمر هذا الفقيه أكثر عمره قريب 60 سنة كان في العراق أقل من 60 سنة عمره 29 عام هاجر إلى العراق وكان مقيما في النجف الأشرف ودرس عنده أعاظم الفقهاء يعني هو أبرز تلاميذ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه والشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن رضوان الله تعالى عليهم جميعا من أبرز تلاميذهم ووصفه بالمدقق المحقق هاجر إلى سامراء لغرض إقامة وتأسيس حوزة علمية هناك السيد كان شخصية يعني نموذجية في سلوكه ونموذجية في أخلاقه وكان شخصية قيادية في المشاريع الإنسانية ضمن المشاريع المهمة اللي نفذها في سامراء سامراء ذاك الزمان قواء صغير وتابع للدجيل والسيد رضوان الله تعالى عليه أقام فيها حركة حضارية وخدم الناس خدمة إنسانية ضمن خدماته الكبيرة والشهيرة تأسيس أسواق أسواق شغلت العاطلين وأعطت حركة اقتصادية للمجتمع وكان في عمل جداً راقي وضمن الحركة الإنسانية ما تأسس جملة حمامات للنظافة لأنه في ذاك الزمان النظافة عملية لا تتحصل بسهولة وما كانت حمامات عامة في سامراء أسس جملة حمامات هناك خدمة للمجتمع كخدمة إنسانية ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خصلتان ليس فوقهما شيء الإيمان بالله والنفع لعباد الله هذا السيد الجليل طول عمر خدمة طول عمر خدمات للمجتمع وضمن الخدمات المشهودة إلى والمذكورة في سيرة حياته تأسيس جسر على نهر سامراء لأن الناس للانتقال من جرف إلى الجرف الآخر كانوا مضطرين لاستخدام القوارب وهذا كان عمل صعب وأحياناً صير به حوادث فالسيد رضوان الله عليه أسس مشروع بناء جسر جسر قوي جيد وكبير ورصين مما سبب حركة اقتصادية في المدينة وسبب حركة للزوار أيضاً فعمل إنساني راقي مرجعية إنسانية تخدم المجتمع وضمن ومما يذكر في تاريخ حياته أنه كان عنده مواقف مهمة أمنية مواقف أمنية شلون حدثت فتنة كبيرة بين ناس طائفيين صارت مشكلة بين السنة والشيعة ناس حاقدين أثاروا فتنة صارت مشكلة كبيرة السيد رضوان الله عليه تصدى للإصلاح تصدى بإنصاف وبحياد وخدمة للكل لكل الطرفياً فأطفع نار الفتنة ومن مواقف الأمنية أن سامراء كانت يعني فيها عصابات قطع طرق يعني الأمن كان مفقود بالنسبة كبيرة في ذاك الزمان يعني قبل حوالي قارن من الزمان في العهد العثماني فالسيد رضوان الله عليه بتأسيس المؤسسات الاجتماعية والأسواق كثير من هؤلاء الذين كانوا يخطعون الطرق جاءوا واندمجوا في الحركة الاقتصادية في المجتمع فبالطرق مختلفة بجذبهم العمل الاجتماعي والاقتصادي وبتحريك الجهات السياسية لتحقيق الأمن في المنطقة اتمكن المدينة صارت استتب فيها الأمن وعاشت بهدوء وسلام من دون إراق الدماء ومن المواقف الأمنية الكبيرة للسيد المجدد رضوان الله تعالى عليه أن هناك جهات طائفية حاقدة في أفغانستان في ذاك الزمان مثلا داعش والقاعدة هؤلاء كانوا يشنون حملات واسعة على جماهير غفيرة من الشيعة أتباع أهل البيت يقطعون رؤوسهم يذبحونهم فالسيد تمكن بتهديد الملك ذاك الزمان بأنه لو لم تتوقف هذه الحركة فإننا سنصدر فتوى الجهات ضدكم وهؤلاء يعني يخافون من فتوى الجهات يصير الطرابات وبعديا تصير معارك داخلية وحرب أهلية تصير والسيد مضطار للدفاع عن شعبه عن أمته فذاك الملك مضطرا تمكن أن يهيمن على الجهات الهرهابية ومع مرور الزمن شيئا فشيئا استتبى الأمن فكان مرجعا يفكر بمختلف شؤون مجتمعه بمختلف شؤون تلامذته في سامراء أساس حوزة الحوزة مؤسسة تعليمية تربوية الحوزة مؤسسة تنتج رجال أخلاقيين للأمة تنتج رجال مربين تنتج رجال يثقفون الناس بالفقه بالفقه يعني أحكام الفقه الأحكام الشرعية الحوزة مؤسسة إنسانية بامتياز نحن نرى في هذا اليوم في هذا العاصر ما من مؤسسة إنسانية في المجتمع الآن في العراق وحتى غير العراق مؤسسات كثيرة نعرفها إما رأسها ومؤسسها رجل دين يعني خريج حوزة وإما هذه المؤسسة ترتبط بصورة أخرى برجل دين فرجل دين رجل المؤسسات الإنسانية رجل خدمة المجتمع خدمة مفتوحة أحيانا الناس يحتاجون إلى إلى مستشار يشوف رجل الدين ويحاول أن يستشير في أمور مختلفة أحيانا أمور لا ترتبط باختصاص رجل الدين لكنه ذو رؤية وذو تجربة فيقدم نصيحته لذاك المستشير رجل الدين يتصدق للشؤون الاجتماعية أحيانا يصير مستشار أحيانا يصير قاضي أحيانا يصير وجيه ويتحرك في فصل معين أحيانا يقدم خدمة إنسانية يأسس مؤسسة ولما ميت صده هو يوجه وينصح من على المنبر من خطأ من منبر الجمعة يوجه لتأسيس المؤسسات المجدد الكبير رضوان الله تعالى عليه كان في هذا الاتجاه يعني حياته كلها خدمة للمجتمع وخلال مراحله الحوزوية ربفت جيل من الفقهاء العظام يعني من كبار الفقهاء في الأمة كانوا تلامذة المجدد أذكر نماذج نموذج الشيخ محمد كاظم الأخند الخراساني صاحب كتاب كفاية الأصول الكتاب الأبرز في الحوزة هذا الكتاب اللي ما يمر به ما يصير فقيه يدرسه بعمق وهناك يمكن عشرات الشروح والتعليقات عليها هذا الرجل وقائد هو قائد قائد الثورة الدستورية في إيران اللي عام 1906 اندلعت الثورة الدستورية قائده كان هذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هذا واحد تلميذ بارز من تلامذة المجدد الشيرازي وحياته مليئة بالخدمة مثل أستاذة يعني يخطر ببالي قصة يعني حقيقة لو لم تكن موثقة يعني الإنسان ما يصدق حقيقة في وقت متأخر من الليل طرقت عليه الباب باب بيته ومراجعنا ناس يعني يعيشون البساطة يعني مو بالضرورة أن يكون واحد إلا يكون في خدمتهم يقوم نصل للشيخ ويجي يفتح الباب يشوف شاب هذا الشاب وارد من أفغانستان إلى الحوزة العلمية يقول أنا جئت للحوزة لا أعرف أحد ولا أحد يعرفني وليس لدي شيء من المال وزوجتي قد ضربها الطلق يعني مشرفة على الولادة زوجته الشيخ قال له اصبر شوية هسا أنا أجيك راح إلى داخل البيت لبس بعض الملابس ورجع طلع ويا هذا الولد نص صلي اللي يمكن ساعة ثنتين ثنتين ونوص طلع ويا هذا الولد اتمشى في الزقاق وصل إلى مكان معين ذاك المنزل منزل لقابلة قابلة مولدة طرق الباب خرجت المرأة قال لها هذا اعتبري ولدي ولدي زوجته ومصرفة علي واعطى مال لهذا الشاب واوصاه بمراجعة بعض بائع المواد الغذائية في اليوم الثاني القصاب وبائع الحبوبات وغيرهم فبنفسه بشخصيته نص الليال وهو فقيه مرجع مو فرد عادي مرجع متصدي يطلع يعالج مشكلة فرد ومن تلامذته المحقق السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله عليه صاحب كتاب العروة الوثقة العروة الوثقة كتاب فقهي كتاب فقهي موسع يعني تفريعاته كثيرة في المسائل الفقهية وعليه مدار الحوزات من ذاك الزمان يعني إلى الآن يمكن حوالي ثمانين سنة من صدور هذا الكتاب كل الفقهاء على الإطلاق يعني حتى فقهاء المعاصرين إذا ولعتهم تعليقات على كل مسألة مسألة من هذا الكتاب فكتاب علمي عميق وكانت المرجعية العليا في العشرة الثانية من القرن العشرين رضوان الله تعالى عليه ومن تلامذة المجدد الكبير الإمام الشيرازي الثاني قائد ثورة العشرين مرزم حمد تقي شلون شخصية قيادية وشخصية خدومة هذا التلميذ نتيجة تربية المجدد الكبير رضوان الله تعالى عليه فالمجدد الشيرازي رضوان الله عليه قائد عالم متبحر وصف بالمدقق المحقق ووطني إذا صح التعبير وطني يقوم بخدمة مجتمعه بكل ما أوتي من قوة حياته كلها خدمة وكان رجل نظامي نظامي دقيق في حياته مثلا ضمن ما يذكر في درجمته أنه خب رجل كبير سبعين فعند أولاد وأحفاد ما يقدر يلتقيهم كل يوم وبعدين مشغول هو متصدي لأمور القيادة ما يقدر كل يوم يلتقي فكان قد عين نصف ساعة في كل أسبوع للقاء بأحفاده يجون الأحفاد يشوفوه يعلمهم ينصحهم يربيهم شي فمهتم بأحفاده كل أسبوع نصف ساعة فقط يجلس مع أحفاده وكان في نظام الصحي نظام دقيق مذكور في ترجمته أنه في كل 24 ساعة فد وجبة كان يأكل الطعام وجبة واحدة لأن كثرة الطعام يعني تعطل الدماغ من التفكير وترهق الجسد يشعر بالثقل للإنسان ويتورط بالأمراض الكثرة الطعام من السلبيات الصحية جدا السيد رضوان الله تعالى عليه المجدد في 24 ساعة ووجبة وحدة كان يأكل فكان مرجعا عظيما تصدى يعني التصدى المرجعية طلب منه طلب منه يعني بعد رحيل أستاذه الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه فصار الاختيار على المجدد وكان إلى منافسين لكن المنافسين كانوا ضعاف أقواهم المجدد فقبل أول مرة رفض ما كان يرضى ما يريد القيادة ما يريد المنصب يعني رجل زاهد ما يريد يتصدى لشيء يعني يزود مسؤولية نفسه بعدين من صار اتفاق من كل تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ومن أهل الحلو العقد في الحوزة العلمية في النجا في الأشر اتفاق صار اجماع كلمة صار على المجدد فقبل بالمسؤولية وأداها أحسن أداء ومن منجزات الكبيرة تأسيس الحوزة العلمية في سامراء حينما ذهب إلى سامراء راح للزيارة بعدين بقى كم يوم صار شهر تلامتها من النجف بعثول رسائل سيدنا شو ما جئت بقيت في سامراء السيد قال ايه أنا هنانا أبقى فقرر البقاء وأسس مدرسة كبيرة المعروفة مدرسة الشيرازي لا زالت للآن موجودة لكن البعثيين أجلكم الله هدموها لأنه ضد الإنسانية ضد العلم ضد الحوزة العلمية التي تقدم خدماتها للمجتمع فيجون يهدمون المراكز هدموا مدرسة السيد الشيرازي وقضوا على فلول الحوزة هناك فحوزة النجا حوزة سامر في عهد المجدد صارت يعني محط أنظار كل العلماء الشيعة في مختلف الأقطار حتى علماء السنة وكان يعطي الراتب للجميع سنة وشيعة كل طلبة السنة كان يعطيهم كل طلبة الشيعة كان يعطيهم ويرعى نظام خاص عنده لرعاية الأساتذة والحوزة كبرت وأنتجت رجال كبار ذكرنا نماذج منهم والسيد رضوان الله تعالى عليه في شعبان 24 شعبان من عام 1312 لبى نداء ربه وحدثت ضجة في العالم الشيعي وحملة جثمانه على الأيدي من قبيلة إلى قبيلة من عشيرة إلى عشيرة من سامراء إلى الكاظمية وإلى كربلاء وإلى النجف الأشرف كل محمول على الأيدي عشيرة تسلم العشيرة ثانية دورها منطقتها تخلص تجي العشيرة الثالثة وهكذا يعني هل مسافة طويلة لقريبة 300 كيلومتر كل محمول على الأعناق وعلى الأكف رضوان الله تعالى عليه أرجو من الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من الالتفاف حول راية المرجعية أعداء المرجعية أعداء التشيع لأن المرجعية هي مركز قوة التشيع من مراكز قوة التشيع هي المرجعية والمرجعية المرجعية قيادة تعليمية قيادة متواضعة قيادة لا ترتبط بجهة أجنبية ما عدنا في التاريخ فالمرجع اللي صار عميل ممثل القيادات السياسية والقيادات الأخرى في مختلف أنحاء العالم الإسلامي يصيرون عملاء يحصلون فلوس المرجع لا المرجع عينب عين الله يعني يمشي على خطى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين ومن يفكر بالطعن بها وتجريح وتلويذ سمعته هذا يصب في مصب أعداء الإسلام وأعداء التشيع أرجو من الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من الالتفاف حول راية المرجعية والاستنارة بهداها اللي هو هدى أهل البيت صلوات الله عليهم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر